هل يمكن أن نرى فعلاً القطط السمان والحيتان الكبيرة حيتان الفساد ستحاسف في هذه المرحلة بدلاً من صغار الفاسدين يعني هذا يتوقف على ما بعد الإعلان من هي الشخصيات التي سيتم الإعلان عنها هل إننا سنجدها ما خلف القضبان أم سنكتفي بجملة من الإجراءات من تحجيمها سياسياً المشكلة القائمة في العراق أقول أن كثير من المتنفذين هم أساساً قد يحملون صفات عليا ودعني أضرب لك مثلاً أن أحد الشخصيات الذي كان يشغل في يوم من الأيام منصباً سيادياً في الدولة العراقية حينما استحوذ على أحد القصور الفارهة في منطقة الكاظمية وذهبت أحد النساء للاعتراض عليه ظهر بالإعلام وبلا خجل قال لها أنني قد أخذته باسم القانون ولذلك أقولها أن هذا الشخص نفسه حينما نجد طبيعة بنيته ونشأته كان والده رحمه الله يعمل بمهنة بسيطة لا تتعدى أن يكون سائق سيارة أجره إذن نحن أمام إشكالية حينما نجد أن عملية إلقاء القبض على كبار هذه الشخصيات تكون بمعونة الأحزاب نفسها لأن بعض الشخصيات المتنفذة في كثير من الأحزاب هي أساسا مفسدة أكثر مما هي فاسدة والمفسد هو الذي يغطي على فساد أتباعه بعد أن يذهب بمشاركتهم من خلال وضعه خطة خمسية للفرهود والاستحواذ على مقدرات الدولة وأنا أقول أن المجتمع الدولي بتقادم الأيام لديه جملة من الملفات فيما يخص العراق والمنطقة مثل ما لديه ملف فيما يخص موضوعة حقوق الإنسان ومواضيع أخرى هناك قوانين العراق قد وقع عليها منذ عام 2003 فيما يخص موضوعة الفساد وهذه كلها سترع كبار الفاسدين تحت المسائلة المشكلة بالفاسد العراقي فاسد غير نظيف بعض الدول الفاسدين فيهم يتمتعون بالحد الأدنى من المسئولية يذهبون باتجاه استثمار سرقاتهم داخل العراق لكن إلا فاسدين نعنة الله عليهم ولماذا يا دكتور عصامي هل هذا يعني أن هناك مجاملة أو مساومة من قبل بعض الجهات مع كبار الفاسدين يعني أنا أقولها يعني أنا أتمنى أن تجرى إحصائية رسمية لكل مسؤول عراقي من درجة مدير عام أو حتى مدير قسم وانتخالا بدرجات العليا والنسأل كم هي حجم المبالغ التي يملكونها ما قبل عام 2003 وما بعد عام 2003 يعني الفساد في العراق على فكرة أستاذ سعد المشكلة القائمة أحيانا يأخذ بعدا اجتماعيا بعض القوى الاجتماعية ترى أن الفساد هو رجولة وبطولة وسرقة المال العام تضرب من ضروف الشجاعة بعضها يدعمها بفتاوي يرون أن يضعون المال العام تحت طائلة المالك المجهول لذلك أقولها نحن بحاجة إلى تنفيذ كثير من التشريعات فيما يخص هؤلاء والفاسدين يلتفون أحيانا حتى على القانون حينما يضعون يذهبون بوضع جملة من هذه الأموال باتجاه أقرباءهم اشتركوا في القناة